كمان انت وقفت مع الأب وكتبت للأب وكتبت للأم فمش عارف نغلب مين فيهم الأب ولا الأم ناخد الأب ولا الأم بص أم الأتنين يعني مع عزة طبعا علاقة قدسية من الله عز وجل يعني لكن الأم قلناها كتير قوي فخلينا أقول الأب نقول الأب الأب مظلوم والله أه أه ومدأنا حاسبه قوي مش كده بسم الله الرحمن الرحيم ما فهمتهوش غير على كبر وعرفت لما خلاص كبر كان قصده إيه بانت ملامح خطته خبى حنانه في شخطته وبصت عينيه يا أول السابريني حمال الدموع بسمع حكاوي إن أنا يوم ما اتولدت يوم السبوع أبويا كان بيشوف مكان بين الدلوع لشان أنا بسمع كلام إني أنا أيام زمان لما مشيت ركبني فوق ظهره عشان يعمل حصان واتحكت عجبتني قوي أنا أبويا كان ظهره قوي شايل كتير أنا أبويا غير أول أول بشر ما عرفش قدامه الكسوف عايز يا بابا خد عنايا يا ابني شوف وكمنه كان راجل جدع بيخاف علي أن توجع من الدنيا دي آسة وصبر ما فهمتهوش غير على كبر أول إيدين ابتدت تلعب على شعري أول إيدين طبطبت تسندلي في ظهري أول صديق أبتدي أحكيله حكاوية ولا عمره عمره زهق أول حنان يتخلق مكتوب على اسمي سبحانه لما وضع الضعف في جسمي أم زوده قوة وفضلت أكبر وأكبر وفضلت آخد سنين وشكلي يتغير وفضل أبويا أبويا زي ما هو إيه يعني شعره ابتدى يخف أو يبيض صليت معاه الفرد الكتف جنب الكتف قالتو لما لبست وغلبتو أنا في الرست لما تظاهر بالضعف فجأة السنين بتلف واحتل لنا الصورة وأبويا بيسيب مكانه يحبي بالبرواز منسيتش أنا ضحكنا وتشجعنا للكورة فجأة اللي بيشدنا بقى يمشي بالعكاز سنة حيادي إيه؟ سنة حيادي إيه؟ أنا أبويا ما كبرشي أمال ده مين اللي سندني لما جيت أمشي صحيح كتير اتخنقت وقلت متسلط أنا كنت عيل بجده عقلي متلخبط ويدوب يدوب الزمن كشر لجأت إليه سنة حيادي إيه؟ كان مهما بتأخر برجع يكون صاحي ده مكان شابويا وبس ده صاحبي وسلاحي من عمره عمري شاء وانا لسه بتربى كل الببان قفلت وببانه متوربة ده كإني طول السنين دي بشوف أنا بعنيه سنة حيادي إيه؟ على صدره ريحني وعلى حضنه دفاني والله ما جرحني إلا ما أواني على اسمه سبقني وعلى كتبي صدقني حذرنا نايامة لسنين تسرقني دلوقت أنا بتكشف دلوقت أنا بكتشف فعلا أصاده صغير مهما عمري كبر ما فهمتهوش غير على كبر أنا بوي كان آخر جبل مسنود على خيره رصة هدومه والبدل تسرحته وسريره أول مواني الشاء وآخر مواني الصبر أول سفينة شاء وآخر شراع في البحر شوف كل ما في الأمر إني أنا تحطيت بنعشقي للتوهان ومعادي جوه البيت بنقلقي لو زعلان ودموعه لما بكيت بنحفظي للقرآن وألف مرة نسيت بنقلقي إنسان ومصاحب العفريت كان أبويا دايما صح كان نظره شايف بعيد كان أبويا دايما صح رغم الألم والجرح اللي يجيب داغه كمل وكان تعبان ولما جاله الطفان شلني على دماغه محطنيش تحت رجله وقال أنا نفسي لما تحميت يوم في ظله عرفت من نفسي محرمش من حاجة إلا عشان حاجة ده في وقت من حاجة علمني ميت حاجة أقدر أقول واختصر الدنيا دي في واحد عرفت لما كبر وما بقيت واحد الصفر مهما كبر عمره مكان واحد إلا لما يوم تسند على وقفة الواحد أنا صفر بيه اكتمل بوجوده بقى عشرة العمر مني تكسف وتكسفت العشرة والله ده وحشني 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 اتفرعانه سنيني وزماني هوشني بالراحة يا سنيني أنا عود طري أخضر روحي للحاميني وفرحتي بيفكر شوف الزمن يا با شوف الزمن يا با آسي وبيت جبر ده أنا كنت أموت من رعب ده أنا كنت أموت من رعب لما تنادي وتكشر وعمل منش سامع وتهادى وتسهوك الناس بقت يابة أحضنها بتشوك الناس بقت صعبة وكإني من الأول يا حبيبي بترب وكإني لسه بفوق على دنيا قلابة بمشي كما المزقوق على حفة الغابة لعرفت أبقى حمل ولا شبه للديابة على مين أنا حتكل لو سبتني يا با والله حتكسر وحقول لكيه أكتر من إن أقول بابا